شهده اف ام كنقولوا انها تقيلة على ذات الوليد فما كنعرفوش كيفش نعطيوه هالو حل مثلا إلا اللي بغينا نعطيوه الوليد دينا كيفش نعطيوه واش فرم ديال حسوة واش خاصو ينديرون العجنه مع الخبز واش زميتا كيف تعجن مع الخبز نوما الاستعمال ديالو يا إما يرا هو ديكي بعد مرة كي وجدوه بحل كسكسو إلا وجدوه بحل كسكس ممكن تفورو وتعطيه الوليد وتحليه له بالعسل عارسي واحد الوجبه كتكون مرة عجيبة جدا شحال تقريبا الكمية؟ معي لقى كبيرة مثلا حدا بيلا كانوا عندي خمسة ديالوليدات كندير واحد الخمسة دياله وكنديروه في ديالك الكسكاس ديال ديال القهوة وكتخلي الماء يطبخ من التحت وكيفور ليدك لهذا وكنهز هذا كنحليه شوية ديال العسل وكنعطيه الوليدات ديالنا معي لقى لكل واحد فيهم وراني أعطيتوه مالي الفوائد ديالالان على الدات سريعا تتكلم مثلا الكالسيوم الأمانيزيوم هذه الثلاثة ديال المواد اللي هي أساسية الصوديوم والبوتاسيوم هذه خمسة ديال المواد ممكن لهمش إلا ماكنش الجسم ديالالإنسان و خليه الخالية تشتغل وإلا ما أخدمش الخالية النسيج وإلا ما أخدمش النسيج من الأورغان، للجسم ديال الإنسان شوف خمسة من المواد أساسية هم كائنين وبكمية كبيرة وفابور نعطاهم الوليدات ديالنا إلان صحي بزاف الوليدات قتيب ما يقدر معي القاوحدة إلا بغينا ندلوه في الخبز باش ياخدوه كاملين ممكن عاوتاني تاخد سميته بالنسبة ديال 20% في الخبز 20% مع الكينوى إلا خديت الكينوى وشوي أول واخديت إلان واخديت الشعير ونكمل بدقيق ديالي هادي وجبة كاملة في الهيدروكربونات للوليد غيمشي بواحد طاقة عجيبة جدا زيادة على المكونات العناصر الأخرى المغدية اللي كينا فيها إلا مع العسل صحي بزاف ناخدوه واحد كويرة صغيرة الوليد صباح خلاص هذيك مهمة إلا كنت كويرة كتعطي الشابع شوية هو اللي غتعطي ديالك طاقة مع شنو كتلك مع العسل نعم مع العسل وهي غتتخلي الوليد أنه وبوينده في الطاقة الدماغية هتكون ممتازة عنده كتعطي تركيز شوية هذا هو اللي كي قلبها للأمهات وإحنا عالا شلو كان عطاودها بك كان عطاوب الأشياء اللي غتخلي الوليد يكون فايق ونأتجن بإذن الله إذا نعليكم